رسالة غامضة من اللاعب عبد الرحمن العبود المواجهة القادمة لفريق الاتحاد خمس غيابات اتحادية في مباراة الاتحاد القادمة وهي كانت أبرز عنه وينفدي اليوم وبعد شوي رح نتكلم بالتفاصيل لكن يا صديقي ما تنسى تدعم المحتوى الاتحادي من خلال اللايك والاشتراك والتعليق كمس للايك من ايدك الحلوة وما تنسى كالعادة وقبل البداية تعطر فهمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد أهلا وسهلا بكم مرة ثانية والحديث عن آخر أخبار نادي العشق نادي الوطن نادي الاتحاد وبالبداية لازم أتكلم عن موعد مباراة الاتحاد القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء سيكون في مباراة مهمة جدا جدا ضمن مباراة الدور الستعاش من بطولة كأس الملك الاتحاد في الساعة السادسة اللي روع بتوقيت المملكة العربية السعودية سيلعب مباراة مهمة جدا 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 ضد فريق صعب جدا جدا وهو الفيحاء هو مو صعب لكن هذا الفريق سبحان الله ما يتألق ويتعملق إلا قدام فريقين الاتحاد والهلال دائما يحرج فريق الاتحاد ويحرج فريق الهلال لكن إن شاء الله بعون الله الاتحاد قادر على تجاوز نادي الفيحاء لا سمح الله إن خرج وخسر نادي الاتحاد أمام الفيحاء راح يكون في تغييرات واسعة في فريق الاتحاد لكن ما نتمنى الخسارة لأنه بطولة مهمة وهاي مباراة خروج مغلوب لا سمح الله إن خسر الاتحاد راح يخرج من بطولة كأس الملك فما نتمنى خسارة الاتحاد لا بكأس الملك ولا بالدوري ولا بأي بطولة جميع البطولات مهمة إلنا كفريق الاتحاد بالتوفيق لفريق الاتحاد بهاي المباراة وللأسف في مباراة الاتحاد والفيحاء راح يكون عندنا خمس غيابات مؤثرة جدا جدا بداية من اللاعب عمر هوساوي ومهند الشنقيطي وعوض الناشري وفابينهو وكورناد ونتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى فريقنا فريق الاتحاد نجي حاليا نتكلم عن اللاعب عبد الرحمن العبود اللي صار فيه كثير جدل وفيه كثير كلام عن موضوع اللاعب عبد الرحمن العبود وانه رجع إلى التدريبات الفردية تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية ولكن انبارح وعبر صحيفة الرياضية السعودية وعبر برنامج أكشن مع وليد خلاص تضحط الصورة تماما اللاعب لن يعود إلى التدريبات الجماعية ولن يعود إلى لعب مباريات مع نادي الاتحاد في حال رحيل المدرب نونسانتو اللاعب عبد الرحمن العبود سيعود إلى فريق الاتحاد لكن بظل وجود المدرب نونسانتو لن يعود اللاعب عبد الرحمن العبود حسب الأخبار اللي راح أتكلم عنها شوي وراح أعطيكم باختصار شديد جدا 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 واحد نونسانتو رفض جميع الواسطات والمحاولات لإعادة اللاعب عبد الرحمن العبود إلى التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد طلب المدرب نونسانتو إبعاد اللاعب عبد الرحمن العبود إلى التدريبات الفردية دون تحديد مدة زمنية واللاعب عبد الرحمن العبود ينوي تصعيد قرار تحويله للتدريبات الانفرادية إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين كون الأنظمة تمنع مثل هذا الإجراء حيث أجراء اللاعب عبد الرحمن العبود العديد من الفحوصات الطبية اللي أكدت على سلامة اللاعب وكل هاي النقاط صارت مبارح عبر صحيفة الرياضية السعودية ونجي حاليا نتكلم عن موضوع اللاعب عبد الرحمن العبود اللي انطرح مبارح عبر برنامج أكشن مع وليد واللي تكلم بهذا الموضوع حامد البلوي اللي تكلم وخال إنه كثرة الإصابات في فريق الاتحاد بسبب الإعداد الضعيف قبل بداية الموسم والعلاقة بين المدرب نونو سانتو واللاعب عبد الرحمن العبود في هذا الموسم انتهت بشكل رسمي واللاعب لن يلعب مع الاتحاد في هذا الموسم بظل وجود المدرب نونو سانتو وذكر بأنه تم إبلاغ اللاعب عبد الرحمن العبود وبشكل رسمي أنه لن يعود إلى التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد في هذا الموسم وأن اللاعب سيغادر رسميا في الفترة الشتوية القادمة على سبيل الإعارة وذكر بأنه تم إبلاغ اللاعب عبد الرحمن العبود بأنه لن يعود إلى التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد في هذا الموسم بسبب رفض المدرب نونو سانتو جميع المحاولات والوساطات وأنه سيتم إعارة اللاعب في الفترة الشتوية القادمة فاكتبوا لي أراكم أصدقائي في قسم التعليقات بخصوص اللاعب عبد الرحمن العبود أنا شايف مجملا أنه اللاعب انظلم بشكل كبير كونه راح عليه هذا الموسم يا أخي أنت ما مشيته بالصيف خليه يلعب مع الفريق خليه يشارك بالتدريبات يعني أنت لا مشيته ولا خليه يشارك بالتدريبات الجماعية ولا ساعدت اللاعب اللاعب اعتذر اعتذر للإدارة واعتذر للمدرب وقدم كل شيء ونشوف كل هذا الشيء لسه المدرب مصرع على رفض وجود اللاعب ليش أنت سامحت اللاعب عبد الرزاق حمد الله وما سامحت اللاعب عبد الرحمن العبود طبعا أنا ما يحق لي أتدخل بهاي الأمور لكن سؤال وأطرحه وأتمنى تجاوبوني في قسم التعليقات عرضيات أظهرت فريق الاتحاد في هذا الموسم وفي جميع البطولات وحسب سوفت سكور ما تدلل عليان عنده 13 عرضية ناجحة من أصل 48 أحمد باما سعود عنده أربع عرضيات ناجحة من أصل 27 مهند الشنقيطي عنده ثلاث عرضيات ناجحة من أصل 13 زكريا هوساوي عنده عرضية واحدة ناجحة من أصل 9 صراحة أرقام مخجلة أرقام ضعيفة جدا جدا أنت تتكلم عن فريق بدون أجنحة الأظهرة بهذا الضعف وأجنحة ما عندك يعني مجملا فريق الاتحاد يلعب بدون أطراف فريق الاتحاد كل لعبه في الوسط في العمق صار مكشوف لجميع مدربي أي نادي أي نادي يجي يتكلم يشوف ويفحص ويحلل فريق الاتحاد يعرف أنه فريق الاتحاد يلعب بالعمق بس ما عنده أي حلول ثانية لا على مستوى الكرات الثابتة لا على مستوى الأجنحة لا على مستوى العرضيات خلاص العمق العمق وبس والتسديد من خيار منطقة الجزاء الكل كشف لعب وطريقة المدرب نونسانتو طبعا نتكلم أنه باقي أربعين يوم على بداية بطولة كأس العالم للأندية صراحة الله يستر أول مباراة الاتحاد راح يلعبها أمام نادي أوكلاند سيتي المباراة الافتتاحية طبعا على الورق المباراة مضمونة لفريق الاتحاد لكن بهذا الوضع الحاصل أمامنا والشيء اللي جاي يمر حاليا به فريق الاتحاد بظل عناتة المدرب نونسانتو الله يستر وبظل ضعف الإدارة الاتحادية الله يستر نتمنى التوفيق الاتحاد إن شاء الله نتمنى المدرب نونسانتو يتراجع عن قناعاته يغير اسلوبه يغير تفكيره وضع الفريق الاتحادي عند الإدارة الإدارة هي اللازمة تحل هاي المواضيع مثل ما تكلمنا من الشوي الإصابات بالاتحاد سببها عدم التحضير الجيد قبل بداية الموسم اثنين موضوع اللعب عبد الرحمن العبود ليش اليوم وبعد مروض شهرين لحتى أنتم قررتوا مصير اللعب عبد الرحمن العبود وتقولوا له راح نمشيك بالفترة الشتوية يعني الكثير من الأمور الحاصلة حاليا بفريق الاتحاد بحسب وجهة نظري يتحملها الإدارة ولا شيء غير الإدارة صحيح المدرب عنده أخطاء اللاعبين عندهم ضعف وعندهم أخطاء لكن بالدرجة الأولى كله سببه الإدارة الاتحادية وللأسف هذا كان فيديو اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته اكتبوا لي أراكم وتعليقاتكم وانتقاداتكم بخصوص فيديو اليوم أتمنى تدعمون الفيديو لايكوا اشتراك وتعليق دمتم بحفظ الله ورعايته كان معكم محدثكم أخوكم أبو ياسر لاقيدي دمتم بحفظ الله ورعايته أحبكم في الله إلى اللقاء